ذكرت القضية الفلسطينية وباعتبرها العنوان الأبرز والأهم والشاغل الأكبر للشارع العربي الشارع العربي ينتظر من الجامعة العربية قرار حقيقي تستطيع به الجامعة العربية سواء أن يكون هذا القرار اقتصادي سواء أن يكون القرار مقطع سواء أن يكون هذا القرار يعني ماذا يمكن للجامعة العربية أن تقدموا للشارع العربي في ظل حالة واضحة من الغضب العربي تجاه ما يحدث في الشارع الفلسطينية طيب لنكون أكثر وضوحا هناك قرار عربيا من الجامعة العربية أساسا مسبق وهي الورقة العربية هناك مبادرة عربية للسلام هذه مبادرة مطروحة وموجودة وما زالت الكتلة العربية محتفظة بها ومتمسكة بها كحل عادل ودائما تضع على الطاولة بالضبط إذن نحن لسنا في مجال لنبدأ من نقطة صفر ولكن لدينا بالفعل ورقة مطروحة ولكن حرج تتكلم على أيضا خطوات ربما إضافية أو خطوات ترتقي للوضع الراهن الآن وتأذمه وده مهم جدا وأعتقد هنا من الممكن أن نعمل على مصارين كعرب المصاري الأولاني وهو دعم المجود الموجود الموجود على الأرض أساسا وهنا بتكلم بالتحديد عن مصر يعني أنت قاهرة بالفعل بتقوم بدور ضخمة جدا سواء على صعيد السياسي أو الإنساني أو الدبلوماسي أو حتى الآن القضاء بإنضامها للدعوة المقدمة أمام محكمة العدل الدولية إذن نحن نتحدث عن دور كبير جدا ومحة طبعا للأردن لأن هناك ارتباط تاريخي وجغرافي المصر والأردن تجيها القضية الفلسطينية حقيقة إذن أنا أعتقد أن رقم واحد هو الاحتشاد وراء الموقف المصري لأن ده بيختصر المسافات ويختصر الوقت لأن هناك بالفعل مجهود بدل هناك قمة القاهرة للسلام لها مخرجات ولها منتج على أرض الواقع وأدى الدور مهم جدا وأيضا الجهود الدبلوماسية سواء على صعيد الدبلوماسية الرئاسية أو وزارة الخارجين المصرية أو مختلف الدول الأخرى جهود الوساطة الجهود على صعيد الإنساني وغيرها من مجالات إذن أنا أعتقد أن جماعة الدول العربية في هذه القمة عليها أن تختصر الوقت فيما يتعلق به دعم الجهود المصرية ثم اذهب أيضا للتلويح ببعض الأوراق الأخرى ربما تكون ضغطة على الجانب الآخر للانخراط في التفاوض ما نريده الآن هو أن نمارس المزيد من الضغط لجعل الطرف الآخر يستجيب لفكرة الهدنة ووقف إطلاق النار يعني أوراق الضغط أبشر العربي أنتظر أوراق الضغط بالتأكيد وأنا أعتقد أن المجموعة العربية تمتلك سواء على صعيد أثنائي ما بين كل دولة تمتلك وحدها أوراقها التي تستطيع أن تستخدمها لدعم القدير الفلسطينية أو حتى الآن على صعيد المجموعة العربية ننتظر بالتأكيد مواقف ترتقي والموقف الراهن وأعتقد أن جماعة الدولة العربية القمة التي فاتت أثبتت أنها الآن تطور أليات عملها وبالفعل رأينا خطوات وبيانات بشكل مرتب وإجراءات وبالتالي أنا أعتقد أن هناك تطور حقيقي في أداء القمم وده سوف ينحكس على هذه القمة والاجتماع الوزاري بالأمس كان مبشرا والأحاديث في الكواليث تتحدث أن هناك بالفعل ربما بياناً أو ختمياً أو يعني قراراً ختمياً ربما يكون قوياً للغاية وأيضاً يلبي طموحات المواطن العربي نعم طموحات المواطن العربي زي ما حدثت ذكرت كبيرة للغاية ولكن أيضاً العمل السياسي والديبلوماسي لديه محددات ولديه أيضاً أدوات وبالتالي العمل على النطاق الشعبي بيختلف عن فكرة العمل طبعاً على صعيد الأدوات الدبلوماسية والسياسية وبالتالي أنا أعتقد أن استخدام المجموعة العربية الآن لكافة أوراق الضغط لكافة الأوراق الدبلوماسية لعلاقاتهم أيضاً المهمة مع كافة الأطراف كلها أمور مهمة للغاية يمكن ده يكون ظهر في اجتماع الأمس لوزراء الخارجية العرب اللي اجتمعوا للتحضير للقمة العربية الثلاثة وتلاتين اللي ستصادفها العاصمة البحرينية المنامة غداً الخميس بحضور القادة والزعماء العرب